واتمنى اتمنى من وزارة الداخلية مشكورة الحقيقة ومن محافظة المينيا ومن كل من هو سيكون مسؤولة عن الموضوع اللي بتكلم فيه ده يساعدنا قدر المستطاع باختصار شديد انا وصلت لي مناجدة من السيد نبيل محمد عبدالشكور رئيس نادي الشمس بأسوار عشان بس الموضوع مهم جدا جدا احنا تقريبا دلوقتي تساعة نين بالليل اوتوبيس نادي الشمس بأسوار كان عند بوابة المينيا والحقيقة وده مجهود يشكر جدا 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 الحقيقة من اجهزة الدولة ومن وزارة الداخلية تم عمل تحليل لسائق الاوتوبيس اللي فيه ولاد اعمارهم ما بين سن 9 ل 12 سنة هم 44 سباح عندهم بطولة ولاد صغيرين جدا جدا فالناس مسحصحة وعملوا تحليل للسواء وطلعت العينة بتاعته ايجابية يعني متعاطي مخدرات فده طبعا مجهود كبير جدا جدا من وزارة الداخلية انما المشكلة دلوقتي ان الولاد في الاوتوبيس ومعهمش سواء ومش عارفين يتصرفوا ازاي والدنيا صعبة جدا جدا وهم تقريبا في حتة صحر يعني فاتمنى لو في حد سمعنا دلوقتي وانا عارف ان الناس شايفانا وسمعانا يكون في مساعد حد كده سواء شاهم عنده القدرة وعنده الرخصة وعنده الامكانية ان هو يكون موجود مع الولاد لهم مش عارفين يتصرفوا في سواء ومش عارفين يعملوا اي حاجة وزارة الداخلية ان كانت مشكورة تكمل بقى الجميل بتاعها لانهم الحقيقة برضو فكرة انهم لحد دلوقتي دا صحيين ومصحصحين وبيعملوا تحليل المخدرات لحد دلوقتي في التوقيت دا دي حاجة عظيمة جدا عشان يحافظوا على ارواح كل الناس مصر بلد لا تنام واولادها برا عندهم مشاكل او فيه اي مخاطر فما بالك وهم جوا اتمنى اتمنى ان الناس يعني يستجيبوا للمنشدة دي علشان خاطر نطمن على اولادنا انا بقول لحضراتكم اعمارهم وعندهم بطولة هم سبحين اربعة واربعين ولد وبنت اربعة واربعين اعدادهم اربعة واربعين اعمارهم بين تسعتاشر واثناشر سنة فصغيرين جدا جدا احط نفسي مكان اهليهم متخيل كم الرعب اللي هم دلوقتي هيكونوا عايشينه وكم القلق اللي هيكونوا عايشينه اتمنى بس ان المنشدة توصل علشان الموضوع يخلص على خير اشتركوا في القناة